لأن الحكاية تستحق أن تروى بلسان أصحابها وحتى لا تنظهر القصة ولا تكون آفة حارتنا الإنسان لأن رضا المعركة هي عقل الإنسان ليه كانت رسالة العملية الرئيسية أننا أصبحنا القوة رقم واحد هل قتلتم الرجل؟ قال نعم وكان مبتسما لأن للحرب على الإرهاب والتطرد وجوها كثيرة يجعل فكره هو معيارا للهدى معيارا للدين هو يعرف كيف ينفذ إليك متى يضرب من حتى لا تشوه الحقائق المعلومة أمامهم لكن لا يرونها ولا تحرف الوقائع ليه ندي الإخوان تاني ياربين ساعة؟ إحنا يجب أن نزح الإخوان الآن ولا يزور التاريخ قال بصراحة ما كناش متوقعين أنكم هتعرفوا الدفع عن قضيب معلومة مدققة مصر أم الدنيا مش لأنها قديمة لأن كان كل المتغرين في العالم وكل الطبوحين يجوا هنا عشان يبنوا نفسهم ما تتخيلش فرحة الناس قد إيه لما ربنا ترمى والمركب اتحركت بطلق دور اللي تعمله كانت سويس وهي في نظر العالم عامل إزاي وبناء البحر أهميتها إيه من نسباته؟ الكلمة نور وبعض الكلمات قبول جورج عبيض وحمد الرئيس وعبد الله الرئيس وأمين الرئيس وسيم حايوب وسناء الجميل تفاصيل جديدة ممكن يبان عادي بس هو مش عادي وهكذا هي مصر وهكذا هم مبدعوها الوثائقية القصة كاملة قريبا